اشتركوا في القناة ولا يعني حصل قبل كده بس الانجاز ده ليه مقدمات يعني في الالومبياد احنا خدنا خامس عمر عصر في بطولة افريقيا احنا واخدين بطولة افريقيا النادي الاهلي عامل جيل قوي جدا بيدعم بين المنتخبات يعني منتخب الرجال كان فيه اربع لعيبة من النادي الاهلي محمد البالي شادي مجد محمد شمان ويوسف عبدالعزيز التلاتة بيلعبوا في منتخب الاربع بيلعبوا في منتخب مصر القصدى والهولكم طبعا دي صور المنتخب صاحب الانجاز التاريخي المنتخب كان عامل طبعا بطولة جيدة كان بيقوع في احتل المركز التاني في المجموعة الرابعة بعد فوز على السعودية وفوزنا على كندا وخسرنا قدام كوريا الجنوبية تاتة واحد وبعدين كسبنا تشيك من تيجة تاتة واحد اتأهلنا تاني المجموعة وده برضو انجاز في حد ذاته وطلعنا دور الستاشر قابلنا هونج كونج احد طبعا الدول الكبرى في تنس الطولة وخسرنا 3-0 وخرجنا حاجة جميلة جدا يعني كل التوفيق طبعا وحاجة تساعدنا لما منتخباتنا تاخد خطوة قدام تنس الطولة لما يوصل دور الستاشر في منديال تنس الطولة لا دي حاجة يعني تستحق ان احنا نشيد بيها تنس الطولة انت عارفين طبعا ان الصين لو فيه خمسين مصنف عالمي اول خمسين ممكن تلاقي منهم اربعين واحد صيني اربعين لعب صيني فالصين هي اللعبة هي مصدر هذه اللعبة او هي يعني زي ما بقوله موطن هذه اللعبة فكون ان انت توصل تبقى من احسن 16 فريق على مستوى العالم في بطولة عالم بيروح فيها افضل واعظم اللعبة لقد انجاز كبير وان شاء الله اللي جاي افضل في تنس الطولة عندنا متوسط اعمار مختلفة عندنا يعني لعبة بشكل جيد لها مستقبل ان شاء الله تنس الطولة القادم افضل باذن الله